محافظات مهجورة ومناطق لا تصلح للحياة الملايين خارج مدنهم وبلداتهم إما مهجرون أو نازحون أو منفيون ما وراء الحدود فضلا عن مخفيين قسريا ومعتقلين في سجون القوات الحكومية والميليشيات المسلحة هذا هو واقع قسم كبير من سكان العراق لكن للحكومة نية أخرى مبيتة للتغيير الديمغرافي والتلاعب بالنسبة السكانية تحت مسمى الإحصاء السكاني المجلس الأعلى للسكان بدأ استعداداته من أجل تنظيم التعداد العام للسكان والمخطط إجراؤه في خريف 2020 وخطة العمل مقترحة لتنفيذ مراحل التعداد والفترة الزمنية المحددة ومستلزمات إجرائه هذا القرار جاء عقب اجتماع المجلس مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وباعتماد مالي من الموازنة العامة بلغ 50 مليار دينار التعداد السكاني المرتقب يأتي في ظل بشهد أمني مضطرب تسود فيه ميليشيات ممنهجة على أساس التحييز الطائفي والارتهان الخارجي لإيران ذات المشروع التوسعي وضمن هذه الظروف تصبح نسب الطوائف في العراق معتمدة ما يعني تغلب طائفة على أخرى وتعميم ذلك في ساحة المحاصصة الطائفية حكوميا من حيث عدد الموثلين الحكوميين ومخصصات الموازنة عدا ذلك فإن التعداد السكاني ستشرف عليه هيئات مشكلة من قبل الحكومة دون وجود رقابة دولية ما يفتح المجال أمام إمكانية التلاعب بالنسبة السكانية وخصوصا أن النهج الظاهر لكل الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال الأمريكي يعتمد على نظرة طائفية تحاول جاهدة إلغاء باقي الطوائف وإقصائهم عن ميادين الحياة العامة وذلك نهج شيده الساسة الجدد عندما سلموا حكم العراق انطلاقا من عقلية الطائفة المنتصرة والطائفة المهزومة